كما قلت أنفا هذا مصر المهني لا يستطيع أن يكون فقط في الجامعة الدراسات تكون في الجامعة بالطبع بصفة نظرية ومن طرف أساتذة متخصصين في كل مجال عندما نتكلم عن الفوتوفولتائيك أو الكهروضوئي أساتذة مخصصين في الفوتوفولتائيك هم الذين يدرسون هذا المجال عندما نتكلم عن طاقة الرياحية أساتذة متخصصين عندما نتكلم عن تخزين الطاقة والذي هو مجال مهم جدا أساتذة أيضا مخصصين في هذا المجال لهم الذين سيرقون هذه الدروس وفي مجال الأعمال التطبيقية هناك أعمال تطبيقية الأفضلية ستكون في الجانب التطبيقي أليس كذلك نعم بالطبع الجانب التطبيقي هناك جانب يستطيع أن يقوم به الطالب ويستطيع أن يكون في الجامعة عندما تكون أعمال تطبيقية مصغرة وعندما تكون أعمال تطبيقية التي تستلزم تجهيزات كبرى التي في هذا الوقت الراهن موجودة في مراكز البحث العلمي نفضل أن يتنقل الطالب إلى هذه المراكز ليقوم بهذه الأعمال التطبيقية لأجل هذا الهدف عندما كنا نحضر لمشروع هذا الماستر أبرمنا اتفاقيات مع مراكز البحث العلمي مثل السيدوير سنتر ديبلوفمان ديزينارشي غنوفلاب الذي يمثله اليوم أستاذ عباس مع مركز السيدوير سنتر دي روشارشان تيك لنجو دو سيليشيان مع هذه المراكز البحث يستطيع الطالب أن يتعلم على أن يقوم بأعمال تطبيقية مباشرة على تجهيزات كبرى تكون له نوع من الخبرة جيد يعني سيتكون له نوع من الخبرة الخبرة ليس فقط الخبرة التي يراها على كما يقولون ديب خوتوتيب صغيرة ولكن سيكون عنده على تجهيزات كبرى